اشتركوا في القناة وفق ما تقوله الوثيقة على لسان احد مسؤول وزارة الخارجية المصرية الذي اقترح على الامريكيين تأجيل الاستفتاء لنحو خمس سنوات كي تكتمل مقومات الدولة القابلة للتطور في جنوب السودان ما قاله المصريون يبدو كأنه يعود لحرص مصر على عدم تقسيم السودان ذلك الحليف القوي الذي يدعم مصر في خلافاتها مع دول حوض النيل بشأن حصة مصر من مياه النهر تلك الحصة التي تراها دول الحوض كبيرة وترى حصصها قليلة ولذا واجب التغيير من وجهة نظرها وسيكون الفصال الجنوب داعما لفكرتها ان افضل ذلك الاستفتاء الذي جاء متسقا مع ما قاله في الاونة الاخيرة وزير الخارجية المصرية احمد ابو الغيط حين اكد اهمية اجرائه في موعده وذلك بعد لقاء له بوزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية لكن الرؤى المصرية الامريكية بشأن السودان لم تتفق وبدى ذلك واضحا في تصريحات الناطق باسم الخارجية الامريكية الذي رفض الشهر الماضي مقترحا مصريا باقامة كونفدرالية بين شمال السوداني وجنوبه مؤكدا على وجوب قيام شعب السودان وحده بتحديد ما يراه مناسبا له